السلام عليكم ورحمة الله بإذن الله هكون معاكم في سلسلة لشرح دروس الأحياء للصف التاسع المتقدم الفصل نحن دلوقتي في فصل دراسي الثالث هنبدأ بوحدة التكاثر الخلوي دي أول وحدة في الفصل التالي التكاثر الخلوي عموماً بيتكون من الوحدة دي كلها تتكون من ثلاث دروس هنبدأ إن شاء الله بأول درس أول حاجة عندنا النمو الخلوي النمو الخلوي إحنا للترم الفات أو الفصل الثاني ختمناه بإننا إحنا أخدنا التكاثر وإننا عرفنا في الكائنات الحية بيتم التكاثر عشان يمتج كائنات جديدة طيب دلوقتي الخلية بقى هيكلمنا عنها بالتفصيل لأن الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي طبعاً ما ينفعش يدلنا تفاصيل أو يشرح لنا على عجلة لازم يدخلنا في تفاصيل جواها أكتر علشان نعرف إيه الخلية وجسمنا ده بيتكون من إيه أول حاجة هنقرأ كده ولو فيه حاجة محتاجة توضيح هنوضحها على البورد أول حاجة بتنمو الخلايا حتى تبلغ حد الحجم الطبيعي لها يعني إيه الكلام ده؟ يعني الخلية بتنمو أو بتقعد تكبر لحد ما توصل لحد معين بتعمل عنده بتتوقف عنده يأما تتوقف عن النمو يأما بعد كده تنقسم والانقسام ده هو طريقة التكاثر في الخلية يعني طريقة التكاثر في الخلية هي الانقسام فالخلية بتفضل تكبر تكبر لحد ما توصل لحد معين بتتوقف عن النمو يأما تتوقف وخلاص كده آمد بدورها يأما بعد كده بتكمل أدوارها وتبدأ اللانقسام هو جايب لنا مثال بالضبط زي كأن حد بيلعب في مباراة سواء في ملعب تنس أو في ملعب كرة قدم فالملعب نفسه لازم يكون لي مساحة ولازم يكون لي حدود معينة لو المساحة دي قلت أو زادت فبيحصل خلل في تزديد بقى الكرة واللعبين ما يقدروش يقوموا بدورهم الصحيح في الملعب ده سواء مساحته زادت أو قلت فهو الملعب لازم يكون لي مساحة محددة فده بيمثل لنا يعني أن حجم الخلية لازم تكون لها المساحة المعينة دي أو الحجم المعين عشان تقدر تقوم بوظيفتها لو قلت عن الحجم ده أو زادت عنه فبالتالي بيحصل خلل هنا في الوظيفة يقل لقطر معظم الخلايا عن 100 مايكرو میتر 100 مايكرو میتر يعني الخلية حجمها أصغر من النقطة اللي أنا رسمتها دي يعني هي بتبقى حجمها صغير جدا جدا لا ترى بالعين المجردة ليه بتكون صغيرة؟ يعني ليه بتكون صغيرة؟ احنا قلنا بتوصل لحد معين وبعدين بتتوقف عن النمو وتبدأ تنقسم طيب هل الأحسن لها أن هي تكون صغيرة ولا تكون كبيرة شوية؟ هنشوف دلوقتي كل زي ما لسه ضاربين مثال بالملعب قلنا كل لما يزيد أو كل لما يقل مش بيقوم بوظيفته الطبعية طيب الخلية ليها حجم معين لو زادت عن الحجم ده بتقل كفايتها ما بتقدرش تقوم بوظفتها كاملة ليه؟ لأن هي بتكون يعني الخلية محتاجة عليها حاجة اسمها الغشاء البلازمي وعرفنا من الغشاء البلازمي ده عرفنا من الفصول الأولى أن هو عامل شبه الحارس كده أو الجرد اللي واقف على الخلية هو بيسمح بمرور مواد وبيمنع مواد تانية على حسب الخلية محتاجة لو الخلية محتاجة مادة معينة بيسمح بدخولها لو مش محتاجة المادة دي بيمنع دخولها فيبقى الغشاء البلازمي اللي عليها ده هو اللي بيحدد أو مهم جداً في تحديد مساحة سطح الخلية طبعاً كلما زاد الغشاء البلازمي كلما كفاءة الخلية زادت يعني إحنا لو عندنا دلوقتي مثلاً خلية كبيرة هنفترض الخلية على شكل مكعب أولاً خلينا على شكل ده مثلاً فدي خلية إلى حد ما كبيرة فالغشاء البلازمي اللي حواليها كده مثلاً فتخيلوا لو جينا أسمنا الخلية دي انقسمت لأربع خلايا شوفوا لما تنقسم لأربع خلايا اللي هيحصل هيزيد بقى الغشاء البلازمي حواليها يعني هي نسبة الغشاء البلازمي زادت لما الخلية حصل لها انقسام أو حجمها صغر طيب دلوقتي احنا نستقللين أهمية الغشاء البلازمي انه هو كل ما يزيد فبالتالي كل ما كفاءة الخلية تزيد يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الخلية الصغيرة بتكون كفاءتها أعلى بكتير من الخلية الكبيرة لأن الغشاء البلازمي اللي مغطي سطح الخلية الصغيرة بيكون أكبر من الغشاء أو أكتر من الغشاء البلازمي اللي بيغطي الخلية الكبيرة طيب يبقى عرفنا مساحة الخلية هي المساحة اللي بيغطيها الغشاء البلازمي طيب حجم الخلية هي حجم بقى العضيات والنواية والسيتو بلازم اللي موجودة جوه الخلية يبقى الحجم هو الأشياء أو العضيات من ضمنها السيتو بلازم والنوال موجودة جوه الخلية ولكن المساحة هي المساحة اللي بيغطيها الغشاء البلازمي يبقى دي عرفنا الحجم وعرفنا المساحة طيب عايزين نثبت أو نشوف كده بالدليل يعني إزاي كلما الحجم يقل كلما المساحة أو كفاءة تزيد فهنعرف النسبة ما بين الحجم والمساحة هي اللي بتعرفنا كفاءة الخلية دي تعالوا نجرب أمثلة زي بالضبط الرسمة اللي قدامنا دي هو هنا مسيل الخلية بشكل مكعب أول مكعب ده الصغير اللي هو طوله واحد مايكرو میتر التاني تنين مايكرو میتر والتالت كبير شوية أربعة مايكرو میتر طيب هنعرف منين إن كلما قل حجم الخلية كلما زادت كفاءتها هو دلوقتي هيحسب النسبة ما بين المساحة السطح الخلية إلى حجم الخلية إلى حجم الخلية طيب هو الوقتي المكعب المكعب كنا أخدنا أو أخدته في الرياضيات المساحة بتاعت المكعب هي إيه؟ المساحة بتاعت المكعب لما نيجي نحسل مساحة المكعب هنضرب الطول في العرض في عدد الأضلع يعني المساحة متساوي الطول في العرض في عدد الأضلع هو جايب لي في أول مربع هنا أو المكعب سوري في أول مكعب هنا الطول بتاعها الطول بتاع السطح الخلية دي واحد مايكرو میتر فهنا الطول واحد مايكرو میتر طبعا مساحة المكعب طوله بيساوي عرضه بيساوي ارتفاعه فلو قلنا الطول واحد يبقى نعرف كمان إن العرض بتاعه واحد طيب عدد أضلع المكعب كام؟ طبعا عدد الأضلع دي ما ثابتة ومعروفة اللي هم ستة أضلع يبقى النتيجة هنا ستة تمام نيجي نحسل الحجم حجم الخلية اللي هي على شكل مكعب اللي قدامنا دي طيب حجم الخلية البكتيرية أو الخلية اللي قدامنا دي هندرب ايه؟ الطول في العرض في الارتفاع طيب الطول في العرض في الارتفاع الطول واحد قلنا كل أضلع المكعب بتساوي بعضها واحد في واحد ده العرض والارتفاع كمان هيساوي واحد هيدينا واحد طيب هنا وقى المساحة طبعا بالمايكرو میتر مربع والحجم بالمايكرو میتر مكعب يبقى هنا النسبة ما بين المساحة إلى الحجم ستة إلى واحد ده النسبة ما بين المساحة والحجم طبعا النسبة كبيرة يعني النسبة ما بينهم أو الجاب ما بينهم أو الفجوة ما بينهم كبيرة فبالتالي هنا الكفاءة مش هتكون قد كده أو النسبة المساحة والحجم هنا سوري كبيرة فالكفاءة هتبقى كبيرة لأن احنا عدنا كلما زادت المساحة احنا عرفنا كلما زادت المساحة معنا كده احنا أخذنا التعريف المساحة هي مساحة السطح لبيغطيه الغشاء البلازمي فكلما يزيد المساحة كلما يزيد الغشاء البلازمي لبيغطي الخلية فبالتالي كلما تزيد الكفاءة يبقى هنا طالما النسبة بينهم كبيرة يبقى الكفاءة عالية طيب نحسب المكعب التاني اتنين مايكرو میتر فهنحسب المساحة برضو زائد إلى الحجم نحسب المساحة الطول هو كتبهولي اتنين والعرض أكيد هيبقى اتنين وعدد الأطلاع ثابت اللي هو كام ستة طيب اتنين في اتنين في ستة هيديني 24 مايكرو میتر ورب نأتي للحجم الحجم اللي هو القانون بتاعه الطول في العرض في الارتفاع الطول اتنين العرض اتنين الارتفاع اتنين هيديني ثمانية مايكرو میتر تكعيد مايش يبقى النسبة 24 إلى ثمانية طب عايزين نقلل النسبة دي عشان نشوف يعني يعني نحاول نختصرها على قد ما نقدر فهنقسم هنا عشان يعني نقرب النسبة ونشوف الجاب ما بينهم او الفاجو ما بينهم قد ايه فهنقسم هنا على التمانية فيها الواحد وهنا هنقسم الاربعة وعشرين على التمانية هتديني تلاتة يبقى النسبة بينهم تلاتة إلى واحد فالفاجوة قلت نسبة المساحة قلت فبالتالي نسبة بقى الغشاء البلازمي كمان هتقل فبالتالي الكفاءة هنا مش هتكون على قدر الكفاءة بتاعة الخلية الصغيرة اللي كان اللي كان طولها وعرضها واحد مايكرو میتر هنا ده يعني هو هنا جايب لنا الأمثلة دي عشان يثبت لنا ان كلما كانت الخلية مسحتها او حجمها صغير فبالتالي كلما كانت كفاءتها أعلى لأن المحجمها هيصغر فالنسبة ما بين المساحة والحجمها هتكتر فبالتالي الغشاء البلازمي هيزيد فبالتالي الكفاءة هتزيد طبعا هنحسب أربعة هنلاقي ان النسبة قلت أكتر فبالتالي الكفاءة قلت أكتر طيب لما الكفاءة تقل ده ممكن يكون مضرف ايه للخلية يعني ايه اللي ممكن يحصل اللي ممكن يحصل ان هي مش هتقدر توصل المواد المغزية بشكل سريع يعني لو الخلية الوقتي في احتياج مادة معينة وعايزاها الخلية طبعا لما تبقى في احتياج مواد معينة بتبقى عايزاها ضروري عشان ما يحصلش مشكلة في الجسم الإنسان طيب لو هي مسحتها كبيرة تخيلوا لحد ما المادة دي توصل او الغشاء البلازم يوصلها جوه بقى الخلية بياخد وقت لان هي مسحتها كبيرة فبتفضل ماشية ببطء فبالتالي بتاخد وقت فممكن الشخص ده يحصل له اي مشكلة بسبب ان المواد اللي هو محتاجها اتأخرت في الوصول للخلية ولكن لو حجم الخلية صغير فالمواد الغشاء البلازمي بيكون بيسمح بمرورها بشكل اسرع فبالتالي الجسم بيحصل على المواد اللي محتاجها بشكل سريع اه نقل المواد تعتبر حركة المواد من المهام التي يمكن ادارتها بسهولة اكبر في حجم خلية صغيرة الحجم زي ما قلنا تذكر ان الغشاء البلازمي يتحكم بالنقل الخلوي ليه لانه كنا خدنا برضو ان هو فيه خاصية النفاذية الاختيارية يعني النفاذية اختيارية يعني بيتحكم بمرور مواد وبيمنع مواد تانية بيختار المواد اللي هتدخل الخلية على حسب احتياج الخلية بمجرد ان تصبح المواد داخل الخلية اول بقى لما المواد تدخل الخلية فانها تتحرك عن طريق الانتشار او عن طريق البروتينات المحركة التي تسحبها على طول الخلية دلوقتي المواد بقى داخلت الخلية فهتدخل ازاي عن طريق الانتشار او هتلاقي بروتينات بتستقبلها البروتينات دي متحركة فبتحركها بقى على طول الخلية بيكون انتشار المواد لمسافات طويلة بطيئا وغير فعال لأنه يعتمد على الحركة العشوائية للجزيئات والأيونات كلما المسافة طالت فبالتالي وصول المواد دي للخلية بيكون بطيل إن الحجم استغيل للخلية يزيد إمكانية الانتشار وقابلية البروتينات المحركة على نقل المواد المغزية والفضلات إلى الحد الأقصى طبعا زي ما شرحنا وعرفنا السبب إيه تاني حاجة أو تاني مهمة بتقوم بيها الخلية الاتصالات الخلوية يعني أول حاجة نقل المواد ثاني حاجة الاتصالات الخلوية بيحصل إن فيه إشارات بتنتقل في الخلية فبالتالي لو الخلية حجمها صغير فالإشارات دي إشارة البروتينات المحركة دي عشان يوصل لها إشارة ففي الخلية الصغيرة أكيد هيوصل لها الإشارة بشكل أسرع لكن الخلية الكبيرة مش هيوصل لها الإشارة بالشكل السريع اللي احنا عايزينه فبالتالي هنا برضو ممكن يسبب مشاكل ماشي نيجي لدورة الخلية الخلية عشان تنقسم فما بتنقسمش كده مرة واحدة أو بطريقة عشوائية لأ دي ليها نظام معين بتنقسم من خلاله فهنا النظام ده اسمه دورة الخلية دورة الخلية بتمشي كده في أطوار أو مراحل معينة عشان نوصل في الآخر لإنقسام الخلية فمراحل بقى دورة الخلية تلات مراحل أساسية وتحتهم مراحل فرعية يعني الثلاث مراحل الأساسية بتاعتنا هي أول حاجة أطوار البيني طبعا كل ده هنشرحه بالتفصيل ولكن بنقوله دلوقتي بشكل سريع أول مرحلة هي مرحلة أطوار البيني ثاني مرحلة اسمها الإنقسام المتساوي ثانية حاجة الإنقسام السايتوبلازمي الطور البيني دي المراحل الأساسية المراحل الأساسية اللي بتمشي فيها الخلية عشان تكمل الدورة بتاعتها عشان في الآخر تنقسم الطور البيني ألانقسام المتساوي ألانقسام السايتوبلازمي النهاردة هناخد أول واحد اللي هو الطور البيني ونشرحه الطور البيني ده يعني أطول أطول طور أو أطول مرحلة الخلية بتاعت فيها بتاخد وقت طويل تحته تلات مراحل فرعية يعني هو ده مرحلة أساسية تحتها تلات مراحل فرعية اللي هما ايه G1 S G2 هنعرف ايه اللي بيتم في كل المراحل دي زي الصورة اللي قدامكو دي هو رسمها لكم رسملكو المراحل فكتبنا G1 و S و G2 التلاتة دول بيمثلوا الطور البيني هنشرح النهاردة الطور البيني والمرة الجاية في الفيديو جاية ان شاء الله هنكمل الانقسام المتساوي والانقسام السايتوبلازني اول حاجة G1 بيحصل فيها ايه بيحصل فيها نمو للخلية يعني الخلية بتنمو حجمها بيزيد تعالي نمسح ده ونكمل شرحة بقى الطور البيني يبقى المرحلة G1 وظفتها ايه وظفتها اللي هي بتعمل نمو للخلية عشان تؤدي بقى الوظائف الخلوية الطبعية بتاعتها يبقى G1 بدل الخلية مثلا ما هي كده ما هي حجمها صغيرة كده فبيحصل فيها نمو للخلية لما الخلية تنمو بتؤدي بقى الوظائف الخلوية الطبعية وبعد كده بتستعد الحاجة اسمها مضاعفة الDNA نفتكر مع بعض الDNA ده اللي هو المادة الوراثية اللي كانت موجودة في الموجودة في الكروموسومات الكروموسومات دي هي اللي فيها الDNA هي اللي بتحمل المادة الوراثية المادة الوراثية دي هي الصفات او المواد الوراثية او الصفات بقى المسؤولة عن الصفات والجينات اللي بتنتقل من جيل الى اخر يعني هي دي عارفنا التنمي اللي فات برضو ان الانسان بياخد نص صفاته او نص الكروموسومات بتاعته من الام ونصها من الاب هنعرف بالتفاصيل برضو في الدروس الجاية هنعرف التفاصيل بتاعت انتقال نص الDNA من الاب ونص الكروموسومات من الام يبقى اول حاجة الطور البيني دي وان دي بيحصل فيها نمو للخلية طيب وبتستعد عشان تضعف الدين اي اوكي هندخل على المرحلة اس هي بقى الخلية كانت مستعدة لمضعفة الدين اي في المرحلة اس بقى خلاص بيضعف الدين اي بيضعف احنا في اي خلية في جسمنا فيها 46 كروموسوم لما يضعف لما يدخل بقى في المرحلة اس ويتضعف بيبقى كام بيبقى 92 كروموسوم بيبقى هي دي لما يضعف بيعمل نسخة منه بالضبط نسخة زيه بالضبط فيها 46 كروموسوم فهما الاثنين بقى 92 كروموسوم عشان لما الخلية بعد كده تبدأ تنقسم فيبقى فيها 46 كروموسوم اللي هم اصلا العدد الطبيعي اللي في الخلايا بتاعتنا ماينفعش الخلية الخلايا بتاعتنا هتقل عن 46 كروموسوم لو قلت او زادت بيحصل خلل وراسي وحالات كده حالات فيها مشاكل وراسية دي مش موضوعنا النهاردة يبقى المرحلة جي وان حصل فيها النمو للخلية وقدت وظائفها الخلوية بشكل طبيعي واستعدت للمضعفة هي استعدت فقط لمضعفة الدي ان اي اجت في المرحلة اس خلاص بقى كانت مستعدة فخلاص ضعفة الدي ان اي اوكي فعرفنا ان الكروموسومات هي التراكيب اللي بتحتوي على المادة الوراثية عندنا مصطلحين هتلاقوا بيقابلكم مصطلحين حاجة اسمها كروموسوم وحاجة اسمها كروماتين ايه الفرق بين الكروموسوم والكروماتين الكروموسوم هو الموجود على شكل اكس كده وبيحمل المادة الوراثية وشكل مكثف من الدي ان اي او شكل اه شكل مكثف ده شكل مكثف يعني من المادة الوراثية ده الكروموسوم الكروماتين ده شكل مخفف من الدي ان اي شكل مخفف يعني ممكن يكون على شكل واحدة بس يعني دراع واحد أو كروماتيد واحد بس من الدين بيتواجد بقى لو فحصوه تحت الميكروسكوب بيكون موجود في الخلية على شكل أرقط يعني شكل ملفوف كتير كده شبه الشرائط كده ملفوف تحت الميكروسكوب فهو ده الكروماتين الفرق بين الكروموسوم والكروموسوم هو الشكل المكفف من الدين اي والكروماتين هو الشكل المخفف من الدين اي وبيكون موجود تحت الميكروسكوب على شكل أرقط أو أشريطة كروماتينية بتظهر بيحطوا لها صبغة كده معينة بيحطوا للكروماتين ده صبغة عشان تقدر تبان تحت الميكروسكوب من غير الصبغة دي مش هتقدر تظهر تحت الميكروسكوب يعني عرفنا كده الفرق بين الكروموسوم والكروماتين نيجي بعد كده خلاص كده المرحلة اس اللي حصل فيها تضع في الدين اي نيجي المرحلة جي تو المرحلة جي تو هي بقى الفترة اللي بتستعد فيها الخلية عشان نواتها تنقسم هي بتكون مستعدة عشان تدخل في المرحلة اللي بعدها اللي هي الانقسام المتساوي والانقسام المتساوي بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه انقسام في النواة يعني المرحلة جي تو مجرد ان هي بتعمل استعداد ليه عشان تدخل في المرحلة اللي بعدها وهي الانقسام المتساوي بس يعني بتكون بقى الخلية دي مكونة بقى مخزونها والمواد بتاعتها اللي محتاجاها كلها علشان تتابع انقسامها المتساوي وتكمل الانشطة بتاعتها بس كده احنا خلصنا الطور البيني اسهل يعني هو سهل جدا واعتقد الدرس كده بقى بسيط والمرة جاية ان شاء الله هنتابع الانقسام المتساوي وانقسام الخلية ونبقى يعني قربنا نخلص الوحدة تمام شكرا واتمنى يكون الدرس بقى سهل بالنسبة لكم